يقول من سافر بالطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة لكنه لم يحرم ولما وصل المطار ذهب إلى السيل الكبير وأحرم منه هل عمله صحيح؟ إذا سافر من الرياض إلى جدة في الطائرة فإن أقرب نيقات تمر به الطائرة هو السيل الكب فيجب عليه أن يحرم من السيل الكب إذا حذاه في الجو وعلى هذا يكون متأخدا يعتصل في بيته ويلبس فياب الإحرام فإذا قارب نيقات بنحو خمس دقائق فليكن على أتم تأخب وليلبي في العمرة فإن لم يفعل فإن الواجب عليه إذا هبط المطار في جدة أن يذهب إلى السيل الكبير ويحرم عنه وفي هذا الحال لا يكون عليه شيء لأنه أدى ما يجب عليه وهو الإحرام من الميقات بارك الله فيك